ترأست مساعد أول رئيس مجلس الوزراء رندل منشاوي اجتماع الوحدة الدائمة لحل مشكلات المستثمرين وذلك في إطار سعي الحكومة لإيجاد حلول سريعة وفاعلة للمشكلات التي تواجه المستثمرين والشركات بهدف دفع حركة الاستثمار وخلال الاجتماع أكدت تراندل منشاوي مواصلة الوحدة عملها في بحث المعوقات التي تواجه المستثمرين والشركات المحلية والأجنبية العاملة في مصر بمختلف المجالات التي تتلقاها الوحدة من خلال أكثر من وسيلة مباشرة ورقمية وأشرت مساعد أول رئيس مجلس الوزراء إلى أن إجمال الشكاوى التي تلقتها الوحدة الرئيسية بشكل مباشر بلغ 109 شكاوى تم الانتهاء من حل 42 شكوى منها ويتم حاليا التنسيق بشأن 67 شكوى مع الوزرات للانتهاء منها بالكامل